بريكزيت يجر القضاء إلى السياسة أحد عشر قاضيا في أعلى محكمة دستورية في البلاد يجتمعون بشكل طارئ وعلى مدى ثلاثة أيام للفصل في قرارين قضائيين مختلفين بشأن إغلاق البرلمان واحد قضت به المحكمة العليا في لندن برفض الدعوة المقدمة ضد حكومة بورج جونسون بإغلاق البرلمان لخمسة أسابيع بينما أدانت محكمة الاستئناف السكوتلندية بالإجماع قرر رئيس الحكومة واعتبرته غير قانوني مرافعة تؤكد أن من صلاحية الحكومة تعليق البرلمان لكن يبقى السؤال عما إذا كانت هناك معايير قضائية تحكم تدخل الأحكام القضائية مع قرار السلطة الترفيذية في تعليق البرلمان بورج جونسون الذي حذر القضاة من الدخول في الملعب السياسي أكد أن سبب الإغلاق هو حاجة الحكومة إلى جلسة قرلمانية جديدة تتمكن فيها من مناقشة التشريعات الضرورية لخطتها فريق الإدعاء أمام المحكمة الدستورية العليا ادهم جونسون بإسكاة البرلمان للسير في خطته بشأن بريكزيت واصفا إغلاق البرلمان بأكبر إساءة للسلطة منذ أكثر من خمسين عاما أعتقد أن الحكومة قد تغير من استراتيجيتها بشأن بريكزيت لكن سيكون هناك يوم حزين للديمقراطية إذا قدت المحكمة بالتدخل في السياسة وأخذت صلاحيات تعود أساسا إلى رئيس الوزراء كما أعتقد بأن المحكمة تستخدم من قبل أحزاب قوية من أجل إضعاف الديمقراطية قبل ستة أسابيع من موعد الانفصال أكد زعيم المعارضة جيرمي كوربين أنه سيدخل الانتخابات العامة المقبلة ببرنامج يشبل التفاوض على اتفاق بريكزيت يضم اتحادا جمهوريا مع الاتحاد الأوروبي متعاهدا أيضا بالحياد في استفتاء ثاني يشهر البقاء في الاتحاد الأوروبي كذلك في حال إثبات المحكمة الدستورية العليا عدم أحقية رئيس الوزراء بإغلاق البرلمان ستكون سابقة دستورية في تاريخ البلاد حيث تصبح مرجعا يمنع فيها رئيس الوزراء من تعليق البرلمان إذا لم يعلل أسباب ذلك فضلا عن فتح جبهة أخرى على جونسون مع القضاء تصعب عليه تطبيق استراتيجيته بشأن البريكزيت مستسرور لندن الميادين